أهلا بكم وجه قداسة البابا فرنسيس نداء بعد تلاوة إفرح يا ملكة السماء قال فيه أتابع بقلق خاص الأحداث التي تجري في القدس وأصلي لكي تكون مكان لقاء وليس مكان اشتباكات عنيفة مكان للصلاة والسلام وأدعو الجميع لكي يبحثوا عن حلول مشتركة لكي يتم احترام الهوية المتعددة الأديان والثقافات للمدينة المقدسة وتسود الأخوة وختم البابا فرنسيس نداءه بالقول إن العنف لا يولد إلا العنف كفاشتباكات